السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السائل سنتحدث عن الجزئية رقم 8 من الفصل الثالث والتي تتحدث عن عملية إنتاج الكمبزيت ماتيريال بحالة سكويز كاستنج من الحالة السائلة الاسكويز كاستنج أو السباكة بالضغط في الحقيقة يوجد لديها 6 خطوات الخطوة الأولى وهي ملتزم ماتريكس in the fairness بما أن هذه الطريقة تستخدم للحصول على الكمبزيت ماتيريال من الحالة السائلة كان لابد أن نعمل عملية صهر للمحتوى الأساسي أو الماتريكس داخل الفرن الخطوة الثانية applied steering to create a vortex لابد من إجراء عملية التقليد حتى نخلق نوع من أنواع الدوامة أو الحفرة داخل السائل المنصهر نتيجة العملية التقليد الخطوة رقم 3 added the reinforcement after treated في هذه الخطوة نقوم بإضافة المادة الداعمة إلى السائل المنصهر وبعد أن نكون عالجناها علاجا مناسبا حتى يحدث أو حتى نتأكد من عملية وجود امتزاج ما بين ال reinforcement و الخطوة رقم 4 boring is a composite into metallic mold سنكون بصبت ال composite material الناتج وهو في الحالة السائلة داخل metallic mold ونراحز أنه في طريق ال squeeze casting نستخدم فقط metallic mold حيث أننا سنطبق pressure أو سنستخدم عملية ضغط والقوالب الرملية لا تتحمل الضغط لذا لن نستخدم إلا المتاليك mold بعد ذلك في الخطوة رقم 5 apply pressure till certification occur سوف نقوم بطبيق البرجر حتى تتم عملية ال solidification ثم بعد ذلك الخطوة الأخيرة وهي remove a product from a mold سنقوم بخلع أو إزالة المنتج النهائي من القالب بعد أن تتم عملية التجمع وفي الرسومات الواضحة أمامنا يوجد لدينا hydraulic press المسؤول عن تنفيذ عملية الضغط ثم الخطوة الأولى وهي عملية sub السائل المنصهر ثم الخطوة الثانية تطبيق البرجر أو الضغط ثم الخطوة الثالثة وهي عملية إزالة المنتج من القالب المترجمات ترجمة نانسي قنقر